في إعادة تقييم لهجوم إيران الصاروخي على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق ظهرت الدروس غير المريحة على ما ورد في تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي CSIS فإيران قادرة على تعطيل القواعد الأمريكية في المنطقة هذا ليس خيالاً بل إحدى الخلاصات التي توصل إليها المركز الذي حذر من أن إيران طورت قدراتها الصاروخية لتصبح أكثر دقة كاتب التقرير إيان ويليامز قال إن الهجوم الذي نفزته إيران ضد قاعدة عين الأسد كانت له تبعات وهو أكبر من مجرد هجوم لم يقصد إحداث ضرر كاشفاً عن أن الأضرار لحقت بالقوات الأمريكية منذ البداية وأن 64 عنصراً من هذه القوات تم إجلاؤهم عن القاعدة وتلقوا الرعاية الطبية لإصابات في الدماغ وهذا الرقم ارتفع مع مرور الوقت ولا يزال مرشحاً للارتفاع لأن مثل هذه الأعراض لا تظهر على الفور في الهجوم وقعت كل تلك الإصابات وفق التقرير لأن القوات لم تكن جميعها في وضع آمن في الغرف المحصنة تحت الأرض وقد نشر بعض الجنود في مواقع مكشوفة للدفاع عن القاعدة في حال وقوع هجوم بينما وقف البعض الآخر فوق الأرض لمواصلة تشغيل الطائرات من دون طيار إطلاق الصواريخ جرى على فترات متباعدة وهو تكتيك كما يلفت تقرير المركز الأمريكي يستخدمه الطرف المهاجم لإعطاء انطباع خاطئ بأن القصف قد انتهى لتشجيع الجنود على الخروج من الملاجئ ليستأنف القصف بضربات أكثر فتكاً التقرير يوضح أن دقة الصواريخ التي أصابت عين الأسد حققت درجة عالية في مقياس ما يعرف باسم الخطأ الدائري المحتمل وهو مقياس لدرجة دقة الصواريخ في ضرب أهداف عسكرية ما يشير إلى أن طهران لديها قدرة محتملة على تعطيل عمل القوات الأمريكية في المنطقة هذا ما يؤكده التقرير الذي يلفت إلى أن القواعد العسكرية الأمريكية خارج الأراضي الأمريكية مليئة بأنشطة على مدى 24 ساعة يومياً لذلك لا يمكن توقع أن يكون هناك أي مكان في داخلها غير مأهول بأفراد